بعيد المرسوم الرسمي الذي أصدره رئيس المجلس العسكري الانتقالي بشأن التعديل الوزاري الأخير فإن وزارة الثقافة وتعزيز التنوع شهدت تعيينا وزاريا جديدا لها فقد سلمت الوزيرة السابقة أشتج بريل سي مهام هذه الوزارة إلى الوزيرة الجديدة دوكونا باكاسري راجيم بحضور نائبة الأمين العام للحكومة المكلف بالعلاقات مع المجلس الوطني الانتقالي وترقية الثنائية اللقوية راشيل ألومي بايرا في كلمتها الوزيرة السابقة قدمت شكرها للسلطات العليا بالبلاد على الثقة التي منحت لها أثناء تكليفها لإدارة شؤون الثقافة وتعزيز التنوع والتي مهمتها أيضا تعزيز العيش المشترك عبر التنوع الثقافي مهنئة الوزيرة الجديدة داعية جميع العاملين التعاون من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات بالوزارة أما الوزيرة الجديدة قدمت شكرها لرئيس الجمهورية لاختيارها لهذا المنصب مؤكدة أنها ستبزل قصارى جهدها من أجل المواصلة في تحقيق المزيد من التطوير والإنجازات التي بدأتها الوزيرة المقادرة وفي الختام تم التوقيع على محضر التسليم والتسلم بين الوزيرة السابقة والوزيرة الجديدة متمنية الأولى للأخيرة التوفيق والسداد لإدارة هذه الحقيبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر